في إطار التواقع من انتشار فيروس كورونا قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية سيدي بوزيد مجموعة من الإجراءات بينها إعلان حظر التجوال في عدة معتمديات معتمديات المكنيسي، معتمديات سوق جديد، معتمديات الرقاب، معتمديات أولاد حفوز، ومعتمديات جلمة وبير الحفي وهذا مواصلة الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها سابقا وهي تعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية في كافة معتمديات الولاية، كذلك تعليق صلاة الجمعة في المعتمديات التي كنت تحدثت عليهم وليشملهم حظر التجول تطبيق البروتوكول الصحي بالنسبة للمقاهي مع منع لعب الورق واستعمال الشيشة بالنسبة للوضع الوبائي في مجال مكافحة كوفيد-19 بي سيدي بوزيد يوم 22 أكتوبر 2020 الحالات المؤكدة 885 إصابة موزعين كالتالي 638 حالة شفاء بعد تعافي 31 شخص وسجلنا كذلك إصابة 73 عون صحي وإطار صحي نتمنلهم الشفاء جميعا ومع الأسف سجلنا 25 حالة وفاة اليوم سجلنا حالة وفاة أصيل معتمديات بن عون ومع تطور الوضع الصحي بالجهة الإدارة الجهوية للصحة بي سيدي بوزيد أكدت أنه بداية من شهر نوفمبر المقبل سيقع تركيز مخبر خاص لإجراء تحليل فيروس كورونا بالمستشفى الجهوي بي سيدي بوزيد كما تعرفوا ثم التعاهد من وزارة الصحة على أساس إن شاء الله التجهيزات تصلنا بداية نوفمبر وإن شاء الله ننطلقوا في الاستغلال خلال شهر نوفمبر وكما تعرفوا زادة الفريق الصحي متواجد توا في المنستير يقوم بالتربص متاعه بالنسبة للطبيب وزوز أعوان مختصين في المخبر في علاقة بالقطاع الصحي ونعرف أن هناك صعوبات كبيرة في القطاع الصحي وهذاك اللي دفعنا أنه ناخدوا إجراءات في تخصيص تقريبا جماليا تقريبا واحد مليون دينار على حساب البرنامج الجهوي للتنمية سواء لبناء وحدة كوفيد في المستشفى الجهوي أو كذلك اقتناء زوز أسرة أنعاش بمنحة استثنائية تقدر بمتين وخمسين ألف دينار وكذلك مساهمة منه وتنفيذ لتعليمات سيد رئيس الحكومة خاصصنا منها بـ 20 ألف دينار لإقتناء مجموعة من الكمامات لتوزيحها على العائلات المعوزة وكذلك في محيط المؤسسات التربوية والمؤسسات الصحية الوضع الصحي في ولاية سيدي بوزيد يتطلب أيضا وعيا جمعيا من خلال تكثيف حملات المراقبة والمتابعة لهذه الإجراءات والتزاما من المواطنين بالبروتوكول الصحي وتكثيف استعمال وسائل